تحت شعار على درب التطوير العلمي نلتقي وبإسهاماتكم التربوية نرتقي وبتنظيم من قسم الإشراف التربوي في مديرية تربية والتعليم لمحافظة جرش جاء انعقاد الملتقى التربوي الأول بعنوان مستجدات تربوية فرص تنموية والذي افتتحه مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور فيصل الهواري مندوبا عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وأقيم في مدرسة الشهيد عبد الرزاق الدلابيح بمحافظة جرش هذه الفعلية تضمنت مجموعة من الأسس والمعايير وأهداف كبيرة تشمل عمليات تربوية وتضمنت لغرف خاصة بالملتقى ركز المؤتمر على العديد من الفعاليات التقنية والمهنية والعملية وكان ذلك بجهد عظيم من قسم الإشراف التربوي في مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش هذه المحاور وهذا تصميم لهذا المنتدى جاء جهد تشاركي تعاوني من خلال قسم الإشراف التربوي بالدرجة الأولى وتعاون الأقسام الأخرى وطبعا هذه الفعالية تؤشر على الجهود التي تبدل في الميدان التربوي وبين عدد من المشاركين في الملتقى والذي حضره نائب رئيس مجلس الأعيان مفلح الرحيمي والعين ميسون لعتوم والنائب نواش كوغازي أن إقامة مثل هذه الملتقيات التي تبحث المسجدات التربوية والخطط التطويرية ومسارات التعليم تعمل على تحفيز ودعم الطلبة نحن مشتركين في المعرض في الملتقى اليوم التربوي الأول نجيب من أشغالنا التي نشتغلها مع الطلاب وعرضنا مجموعة كمية كبيرة من الأشغال المميزة لطلابنا ولمعلماتنا شاركت بهذا المؤتمر جدول دوري بطريق سبريل وهذا الجدول الدوري على نغة سبريل أنا كتبته ويهدف الملتقى التربوي الأول في محافظة جرش إلى تحقيق العديد من الأهداف في ظل التطورات التي يشهدها الواقع التربوي والتعليمي في المملكة حمد سالم نقضاه التلفزيون الأردني ترجمة نانسي قنقر